ترجمة نانسي قنقر نتكلم على نوتايشة محددة لتنستعملها ونقر نتكلم هذه الانتراجعة وعامتا بيبقى فيه number of different ways in which a photon can interact with a atom الانتشة اللي احنا هناخدها هي عبارة عن حاجة بالشكل ده كده بين قوسين هيبقى فيه حاجة كما حاجة تانية الحاجة الاولية دي هي الانسيدنت فوتون يعني دي الانسيدنت ريل دخلة والحاجات اللي هنا لو فيه عندي حاجة واحدة او اكتر من حاجة بيبقى عبارة عن الريزولتصف الانتراجعة لو خدنا من المثال على كده gamma, gamma معناها ان انا عندي initial and final photons of the same energy لو انا كنت قلت هنا بدلا ما هي فيه gamma و gamma فيه gamma و gamma dash معانا كده ان فيه gamma of different energy هتطلع بره لو عندي gamma, e معانا كده ان انا دلوقتي الانسيدنت فوتون الانسيدنت بتاعته gamma هيطلع اللي نديجة لها electron e with that's it نبتدي بقى ناخد امثلة محددة على interactions بينها علشان نبتدي نوصف ال interactions دي هتشتغل ازاي اول افكت من ال interactions دي هو وهو الفوتوالكتريك افكت وده في بيحصل ان فوتون بيبقى absorbed by the atom and the single electron is ejected يعني basic نظر نوصفه بقاما كما e اوكي طبعا عندنا لازم فيه balance of energy لازم conservation of energy مفروض يكون موجود لو انا اعتبرت ال energy اللي داخلها total energy بتاعتها H new node اوكي باسيكلي لازم كل حاجة طلعها لازم تبقى total بتاع energy بتاعتها بتبقى برضو ايه H new node دي بتساوي T electron اوكي بلاس B ال T electron دي هي يعني B اول حاجة هي اللي هي بنحتاجها عشان نحرر ال T electron اللي هي kinetic energy اللي هو بياخدها ال electron دا وهو طالع بمعنى انه ممكن المنموم بتاع H new node لازم يبقى بيه لان لو ما كانش ال H new node اكبر من B مش هقدر اصلا احرر ال electron عشان يطلع برا الاتم بعد كده اي energy زيادة بتضيف لي kinetic energy للايه لل electron اللي طالع داوت الفوتوليكتر كروس سكشن هنسميه tau طبعا انتفقنا قبل كده في المحاضر اللي فاتت انه ال cross section دا هو عبارة عن probability of interaction كل ما زاد كل ما كان فيه probability ان يحصل ال interaction دا اكتر ال second interaction هو ال compton وال incoherent scattering اللي بيحصل في ال compton scattering انه بيبقى فيه عندي incident photon وبيطلع نتيجة ليه حاكتين يعني photon تاني بانيرجي مختلفة زيادة electron فلو احنا عملنا balance of energy برضو زي ما عملنا قبل كده هيبقى H new node لانيرجي هتساوي H new هي بتاعة ال gamma dash زيادة electron طبعا تاني علشان يبقى فيه عندنا هنا يعني ال balance بتاع الانيرجي دا لازم يتحقق فلازم مجموع التالت حاجات دول يبقوا بيساوي ال incident energy اللي جايالي من الفوتون الاصلي ال cross section بتاع control scattering هنسميه sigma c ال incoherent scattering بقى هو control scattering from all the electrons with cross section sigma incoherent اوكي فمعنى كده نحنا بنتكلم على compton scattering بيبقى لي من single electron دا من كل الالكترون فمعنى كده يعني ممكن نحنا نقول ان دا برا عن summation بتاع كل ال compton scattering اللي بتحصلي من كل الالكترون الموجودة في الاطم اللي عندي او موجودة في الاطم اللي عندي فيه interaction تاني اسمه coherent scattering اللي بيحصل فيه ان الفوتون نفسه بيبقى elasticly scattered from the entire atom اللي بيحصل فيه فعليا اننا الفوتون اللي جايلي داود بس بيغير اتجاهه من غير ما يغير الانيرجي بتاعته يعني في الاخر H new node اللي هي الانيرجي الانسدنت بتاعت الفوتون الانسدنت هي نفسها الانيرجي بتاعت الفوتون اللي هو scattered من الاطم ال cross section بتاع ال coherent scattering بنسميه sigma coherent sigma c o h فيه نوع تاني من ال interactions بنسميه ال elastic scattering اللي بيحصل فيه ان ال final photon او بمعنى صحة ان ال photon incident بيطلع لي فوتون من النواة scatter part of direction مختلف بس الانيرجي بتاعت الفوتون دا مش زي ال elastic scattering بتبقى مساوية للإنسدنت لا بتبقى مختلف شوية للإنسدنت هذا ممكن يبقى فيه اسباب كتيرة عشان يقدر انفسره وده بعثمين محفيات الصحيةonde زي الفلوريسينس والرامان سكاترينج زى ما كنا بنكلم عليه مشاوث لو كنا نفاكينين في شابتر 14 كنا بنكلم انه ممكن يبقى فيه عندنا The Stokes و Anti Stokes energies يعني واحد ممكن يبقى يقل شوية من الانيرجي للانسدنت وواحد يبقى أكتر شوية وده بيبقى كاركتريستيك للاي ال compound بتاعنا في الفلوريسينس بالذات ممكن يبقى عندنا مثلا جاما واحدة ويطلع لنا اثنين فوتونز او يطلع لنا اثنين فوتونز بانرجيز مختلفة او اثنين فوتونز بنفس الانرجي او ثلاثة فوتونز بنفس الانرجي فطبعا في عندنا يعني رينجوف يعني فارييشنز للانيلاستيك سكاترينج يعني احنا بالنسبة للأكس راي لما نيجي تكلم على الأكس راي بالزات مش هنلاقب نحنا بنتكلم قوي على الحاجات اللي زي كده اخر انتراكش عندنا هو الـ branded production وده بيحصل بس في الـ high energy لما يكون الـ incident فوتون عنده high energy ولي بيحصل فيه هو single photon بيطلع لـ positronزات electron اوكي since it takes energy to create negative electron positive electron or positron the rest energy must be included in the energy balance اوكي يعني بنيكلم على ايه؟ بنيكلم على ان احنا فعليا يعني الأنرجي بتاعتهم اللي هي مقابلة mc2 اللي هي من من Relativity فاكدين الأنرجي بتساوي mc2 هناخدها في اعتبارنا في البالانس أوف أنيرجي يعني هيتطلع لنا electron بالبالانس أوف أنيرجي أو الأنرجي بتاعته اللي هي المقابلة للماس بتاعته عبارة عن mc2 زائد الكنياتيك أنيرجي بتاعته زائد هيتطلع لي طبعا ده البوزيترون ده آسف عشان هو t-positive يعني زائد الالكترون بتاعي بكينيتك انرجي تي اي زائد الانرجي المخابلة للماس بتاعته اللي هي MC سكوار بتاعته طبعا نلاحظ ان الانرجي بتاعت الالكترون والبوزيترون اتنين قد بعض منسبة للمس لان المس بتاعتهم قد بعض فاله نو نود لازم تساوي T plus plus T minus plus twice m e c square نلاحظ حاجة مهمة قوي ان احنا الكنتك انرجي ممكن تساوي صفر مفعاش مشكلة انما دي لا يمكن تساوي صفر فالمنمم بتاعه نو نود اللي يعمل لنا بير بروداكشن لازم بيبقى على الال twice m e c square ده بنتكلم على حوالي 1.02 ميجا الكترون فولز الكروس اكشن بتاع البيل بروداكشن اتعارف الناس ان هما يسموه كابا لو احنا بصينا بقى على الانرجي ديبندنس بتاع الكلام ده على اجزامبل بارتكول او اجزامبل اتوم زي الكاربون اللي هي الزي بتساوي ستة الزي بتاعتها بتساوي ستة الاتوميك نمبر بتاعها بيساوي ستة هنلاقي ان احنا دي الاياسات بتاعتنا اللي موجودة اوكي الاياسات اللي هي عبارة عن دواير كده ورسم لنا هنا تحتها الكروفات بتاعت الايدياليستيك مثلا هنا التاو ديل هي الفوتوالكترك افاكت السيجما كوهيرنت يعني الكوهيرنت سكاترين الان كوهيرنت سكاترين الجزء بتاع البيل بروداكشن في الاخر خالص لغاية كابا في الاخر خالص هنلاقي ان هو في الاول خالص لغاية مثلا بنتكلم على المست مثلا ميت الكترون فولت ميت كيلو الكترون فولت مثلا هنلاقي ان البيل بروداكشن الفوتوالكترك افاكت او المست ايدنتيكا للكيرف اللي طالعه بعد كده في الانرجيز اللي هي المعتبر اللي هي انترميديت انرجيز نبص نلاقي ان الانكوهيرنت سكاترين هو اللي بيبقى دومننت بعد شوية لما الانرجي باعدنا تكبر قوي هلاقي بقى ان البيل بروداكشن هو اللي بيبقى دومننت نلاحظ طبعا ان فيه هنا عندنا جامب جامب تي طبعا ممكن هنفسره بعد شوية يعني دي لها علاقة بان انا كنت مثلا باخد الكترون من اوربت معين او من انرجي ليفل معين دلوقتي باخد واحد تاني اكتر منه واحد تاني مختلف عنه فاقيم هاخد ده اقيم هاخد ده اوكي فنقطة ان الجامب دي هنتكلم عليها بعد شوية وهنعرف بالزبط لي دي قيمتها بتساوي كم بالزبط هنتكلم بقى بتفاصيل عن كل واحد من الانتراكشن دي الفوتوالكتريك افاكت زي ما كنا منتكلم عندنا فيه الاتش نيو نوت اللي هي الانسيدنت فوتون انرجي هتساوي البايندينج انرجي اللي هي الانرجي اللي تسمح لي ان انا اشد الكترون بره الاتوم بتاعته يعني احرر واحد من الالكترون الموجودة من الزر بتاعته زائد الفوتوالكتريك كينيتك انرجي كينيتك انرجي بتاعته الالكترون اللي طالع دوت يعني ممكن اضيف له كمان سرعة وسرعة دي تبقى لها افاكتف كينيتك انرجي وهو طالع طبعا الميليموم اتش نيو نوت عشان يحصر الكلام ده لازم تبقى ايه لازم تبقى بي النقطة بقى ان احنا بنتكلم على البييندج انرجي دي بتدبيند اون تشيل نيو كينيتك انرجي كينيتك انرجي كينيتك انرجي كينيتك او او هكذا فممكن يبقى عندنا بي كي و بي ال و هكذا عبارة عن كروس سكشن للK إلكترونز زائد كروس سكشن للL إلكترونز زائد كروس سكشن للM إلكترونز و هكذا طب الكلام ده بقى يبقى إبقال لنا إزاي في الكيرف لو إحنا بصينا على الكيرف كده هلاقي أن إحنا عندنا لما يكون عندنا الإنجاج تبعيتنا too small to remove an electron from the K shell هيقاتوا K بتساوي 0 أوكي بس النقطة اللي إحنا عندنا في الحتة اللي هي اللي عندنا هنا دي ما بيقاش في إلكترونز هاته تغطيت شغل بس بسيكلي يعني ممكن نشيل L إلكترون أوكي فالنقطة اللي إحنا في المنطقة دي نقدر نشيل L إلكترون بس وانس الإنجاج بتاعتنا زادت كفاية بحيث نحنا نقدر نشيل K إلكترون هنشيل K إلكترون فساعتها الجمب دي بتعبرلي عن التغيير بين التاو L والتاو K يعني الفرق بين الاتنين دول هو الفرق بين تاو L وتاو K أوكي بنتكلم حوالين الموضل بتاع الكيرفي بتاعي حوالين 100 كيلو إلكترون فولت اللي هو في الأريا دي تقريبا إن التاو بتاعتي بتساوي أو بتتتناسب مع Z to the power 4 Atomic number to the power 4 في E to the minus 3 E دي الأنرجي بتاعتي بتاعت الفوتون اللي هو الإنسيدنت والZ بتاعتي هي الأتوميك نومبر بتاع الطارجت بتاعي لما بتكلم على الكمتون سكاترين بقى الدنيا هتبقى معقدة شوية أكتر أنا دلوقتي بتكلم إن أنا هيبقى في عندي إنسيدنت فوتون بإنرجي جاما أو يعني عبارة عن جاما 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 راي اللي هي عبارة عن فوتون ويطلع لي فوتون تاني مختلف في الإنرجي زياد إلكترون فالإنرجي بلانس بيبقى حاجة بالشكل دا كده عندي H new node بتساوي H new بلاس البييندك أنرجي اللي بتحرر لي إلكترون زياد الكنيتك أنرجي اللي هتضيفه على الإلكترون دا إحنا محتاجين بقى أن نعرف الإلكترون اللي طالق دا تلاقي في أي أنجل أوكي وعايزين نعرف الإنرجي بتاعته بتساوي كام فعشان نعمل الكلام دا هنستعين بالفوتون ديناميكس اللي هي مبنية على الSpecial Relativity الSpecial Relativity بتقول لي إن إي سكوار مش بتساوي mc سكوار بقى يعني إي مش بتساوي mc سكوار وخلاص لا دا بتضف لها كمان كومبونت تانية مبنية على الإيه مبنية على المومنتم أوكي بي في سي مبنية على المومنتم أوكي فبنتكلم هنا على إن إحنا يعني لما بيكون عندنا إي بتساوي mc سكوار بتكلم على resting energy هنا بتكلم على إن حاجة بتتحرك يعني ممكن يبقى لها kinetic energy ممكن يبقى لها momentum مش بس at rest أوكي فهنشتغل بقى بالإكواجين اللي هي زي كده وطبع الإكواجين الأصلية بتاعتنا اللي هي إي بتساوي h new اللي هي بتساوي pc أوكي هنلاقي إن إحنا عندنا هنشتغل بالconservation of energy وconservation of momentum ونبتلي بعد ندرايف الانجل والأنجل بتاعت الإسكاتر بتاعت فوتون دي بتساوي أوكي إحنا عندنا اللي بيحصل هنا كالاتي بيحصل عندنا يبقى فيه يعني هيحصل إن فيه فوتون هيطلع هنا كده بمومنتم بي وكنيتك أنرجي تي عند أنجل في وهيطلع ناحية التانية فوتون بأنرجي h new dash بأنجل ثيت أوكي بناء على إن أنا كان عندي أصلا في الأول خالص incident فوتون بأنرجي h new note ومومنتم بي نوت لما نحل بقى المسألة دي لما نحل كل الإكويتشن دي مع بعض إحنا محتاجين طبعا كذا إكويتشن تانيين علشان نقدر نحن نعمل الكلام ده فهنبتدي مثلا ناخد الـ conservation of momentum and conservation of energy أوكي فالـ conservation of momentum هناخده عند نفس الرسمة اللي هكونا رسمينها دي هناخدها في الـ direction ده وهناخدها في الـ direction ده فهنعمل الـ balance بتاع الـ momentum هنا بيساوي يعني مفوض إن كله بيساوي بعضيه هنا في بالنسبة للـ incident والـ resultant فوتون وإلكترون وفي الـ direction التاني برده اللي هو الـ perpendicular لنفس الحاجة فهيطلع لي equation الـ direction دوت وـ equation and 90 degrees وفي الوقت نفسه عندنا conservation of energy بتقول لنا إن الـ h new node بتساوي h new dash plus t يبقى معنى كده لو انا حليت الـ equation دي كلها مع بعض equation دي بالإضافة الـ equation التانية عندي أربعة equations في أربعة النوم فهيطلع لي هنا لو انا عملت الـ combination with special relativity و given الـ electron energy بتاعتي هتتاوي اللي هي t plus m e c square زي ما احنا عملناها قبل كده في الجزء بتاع الـ pair production هلاقي عندي إن بيسيكلي هيطلع لي أربعة equations في أربعة نوم ما كنت بقول وهلا قدر طلع منهم كل الـ parameters بتاعتي اللي كنت بكلم عليها بكلم على kinetic energy بتاعت الفوتون بكلم على الـ frequency بتاعت الفوتون بكلم على الثيتا الـ kinetic energy بتاعت الـ electron والـ frequency بتاعت الفوتون والثيتا والفي اللي هم الـ directions اللي هم طلعين عندهم لما نحلي بقى الـ 4 equations في الـ 4 النوم بتاعنا دول أول نتيجة هتطلع لينا هي أن lambda dash ناقص lambda note اللي هي lambda dash دي بتاعت الفوتون الخارج و lambda note دي بتاعت الفوتون الداخل اللي هي بتساوي c على new dash والتانية دي اللي هي lambda note بتساوي c على new dash هتساوي h على m e c كل حاجات دي تعتبر constant في واحد منس كوزين ثيتا كوزين ثيتا هي عبارة عن كوزين الانجل بتاعت الفوتون اللي طالع دوت نلاحظ حاجة مهمة قوي ان الـ difference is independent of incident wave length يعني بمعنى ان احنا دلوقتي لو احنا شفنا الفرق بين الاتنين دول الفرق ده ملوش اي علاقة خالص بالانرجي مفيش اي حاجة في الناحية التانية تعبارة عن الانرجي دي بتساوي كم اوكي بنسمي الجزء اللي هو الـ factor اللي هو الـ constant مضروب بره ده اللي هو h على m e c دوت هنسميه الكود كومتول length of an electron اوكي كومتول length of electron لو بتكلم عن الانرجي بتاعت السكاترد فوتون طبعا الانرجي بتساوي h new لو احنا بتكلم عن السكاترد فوتون هناخدها بقى من هنا احنا شايفين هنا الـ new dash هاي موجودة هنجيبها الـ new dash دي بتساوي كم يعني الخراجة ناخدها بره خالص وناخد بقى الحاجات التانية الناحية التانية فهيطلال الـ h new dash بتساوي m e c square على 1x cos theta plus 1 over x. 1 over x دي اللي هي عبارة عن h new node على m e c square لو بتكلم عن الـ energy of the recoil electron اللي هي kinetic energy بتاعت recoil electron هلاقي ان هي الـ equation بتاعتها حاجة بالشكل ده كده h new node 2x cos square phi وده ممكن نبسطه شوية بس في الاخر يعني عندنا x زي ما احنا شفناها قبل كده اللي هي عبارة عن h new node على m e c square لو احنا رسمنا بقى الـ energy بتاعت الـ photon والـ energy بتاعت الـ شكلهم عامل زي مع الثيتا هيطلع الكرة بتاعتهم شكلهم عامل كده واحدة فيهم بتطلع الـ electron energy واحدة فيهم بتقل اللي هي الجاما energy لو بكلم هنا على يعني بكلم على الـ energy بتاعتي اللي هي الـ incident برضو بتبقى بكام فبكلم من انا مثلا لو انا عند الـ energy مثلا كذا فممكن ابص هنا كده الثيتا بتاعته تبقى كذا وقدر احسب الـ energy بتاعتي هنا وهنا بيسوي كام لما بكلم على ان انا رحت بعيد في الميجا بكلام على واحد ميجا هلاقي ان انا مست لايكلي هيبقى بس فيه فوتون طالع لو انا نزلت تحت خالص هلاقي ان مست لايكلي هيوصل الـ فوتو الايكتريك افاكت هيبقى فيه بس الـ electron واحد بس اللي طالع اوكي عند الـ energy اللي هي اللي تحت خالص دي الـ الـ ممكن نعرفه من خلال الـ quantum mechanics بحاجة اسمها كليني شينة فورميلا دي عبارة عن ان هي بتحسب لنا كده في الـ equation علاقة السيجما سي اللي هي السيجما كامتون بشوية برامتر زيكية لها علاقة بالـ radius بتاع الـ electron بالـ cosine theta اللي هي الـ angle بتاع الـ الـ photon اللي هو اللي طالع اللي هو الـ scattering photon والـ x اللي احنا شفناها اللي هي عبارة عن h new node على m e c square ونفس الكلام بيبقى تحت الـ r e بتاعتنا بسميها classical radius of the electron دي عبارة عن e square لها برضو definition يعني على 4 pi epsilon node لها بتبقى لها رقم محدد من الحاجات اللي نعتبر فاللي بيحصل الحاجة الوحيدة هنا اللي بتهتمد على اللي بتتغير على الـ يعني مع الـ different instant photon اللي هي الـ x اللي بيقى فيها h new node بقيت الحاجات التانية كلها بتتستنتج منها يعني الثيتا هنجيبها من الـ incident photon فهيبقى عندنا حسب الـ x و حسب الثيتا هنلاقي ان كل الحاجات التانية بقت constant ونقدر نحسب الـ a اللي هو الـ basically d sigma c اللي هي d sigma c by d capital omega اللي بكلم على differential scattering cross section بتاع الايه؟ بتاع الـ لو جينا اخذنا كلايني شينا formula ورسمناها versus photon scattering angle and different energies هتلاحنا كيرف بالشكل هميز في حالتين الحالة الاولية الحالة بتاعت very high energies والحالة التانية بتاعت low energies في high energies هنلاقي ان احنا عندنا almost value اللي هي عند الزيرو دي هي peak وبقيت الحاجات التانية تبقى almost insignificant يعني بقيت الـ angles التانية اللي احنا شايفين عندنا بتاعت scattering ما هياش cross section بتاعتبر صغير جدا بعكس الحاجات اللي هي في الـ energies اللي هي هنلاقي ان cross section برضو still low value مش بطالة في الـ range كله تقريبا ممكن الـ back scattering اكشوة في بعض الاحياني بقى almost add الـ forward scattering لو احنا حابنا نعرف بقى الفرق بين دي وبين دي في الجزء دوة بالذات على الاقل نحسب له الفورمولة بتاعته هنلاقي ان احنا ممكن ناخد المت لما اكس بتروح للزيرو اكس نفسها كتابرة عن edge new node اللي هي الـ energy على m e c square وده constant فلما بناخد اكس بتروح للصفر ونعود بالكلام ده في الـ kleine sheena formula بيطلع لنا الفورمولة بالشكل ده كده ليه بتعبر لنا عن الشكل البسيط اللي احنا شايفينه هنا دوت وده فعلا بيقول لنا ان احنا عندنا في الـ low energies ممكن يبقى back scattering ممكن يبقى النسبة بتاعته اكتر بكتير اوي من الـ high energies بناءنا على الفورمولة بتاعت الـ kleine sheena احنا ممكن ناخد دي سيجما سي بي دي اوميجا دي اوميجا اللي تحت كابتال اوميجا دي لها برا عن solid angle ونـ integrate over all angles يعني كل الثيتاس الممكنة علشان نحسب التوتال cross section بتاعي بتاع السيجما الكوين ان ده بيساوي فلو احنا عملنا كده نلاقي ان الفورمولة شكلها طبعا حاجة صعبة جدا بالشكل ده كده اذا function of x طبعا الثيتا اللي كانت موجودة في الـ kleine sheena formula مش هتبقى موجودة دلوقتي فهيبقى كل حاجة function of x فلو رسمناها كده نلاقي curve شكلها عام كده اوكي اللي هي السيجما c بتاعيتنا دي بقى شكلها عام كده بتتغير مع الـ energy بتاعتي اللي هي هنا represented by x طبعا الـ x زي ما كنا بنقول h new note على m e c square فلاقينا هي بتقل uniformly بالشكل ده كده زي ما احنا شفناها في الكروف الاصلي خالص بتاع الايه بتاع الـ interactions لما بتكلم بقى على العلاقة بين compton scattering وال incoherent scattering زي ما كنت بقول قبل كده compton scattering اللي هو cross section بتاعه sigma c ده كان بيكلم على single electron لما بيكلم على an atom containing z electrons طبعا maximum value بتاع sigma incoherent هي عبارة عن summation بتاع كل cross sections اللي هي compton scattering cross sections بتاع كل z electrons فمعنى كده sigma incoherent in general هي بتبقى less than or equal to z في sigma c اوكي احنا actually بنكلم على الكاربون بيبقى عندها equality دي اللي هي sigma incoherent بتساوي z في sigma c نير 10 كيلو electron فهنرجع تاني الفورمولة بتاعتنا هنا كده هنلاقي sigma incoherent الموجودة عندنا هي بتبقى almost بتبقى بتساوي z في sigma c لو احنا حبينا نتكلم بقى على the cross section بتاع energy transfer to electrons يعني احنا عندنا هنتخيال كده ان في جزء من ال energy راح للفوتون وده cross section بتاع اللي هو sigma c هنتخيين في عندنا البقى electron نفسه ال energy راحة للالالكترون دي لها cross section مستقل بنسميه sigma tr او sigma transfer اوكي اللي هي ال energy transfer to electron اوكي فالحل بتاعنا احنا ناخد عشان نقدر برضو نحسب total cross section للايه للانيرجي ترانسفر ده فلو احنا حسبناها هلاقي ان الاكواجين بتبقى في الاخر عبارة عن fc في سيجما سي هنلاقي ان الاكواجين بتاعتنا بتبقى حاجة بالشكل ده كده لو احنا لسمناها مع الانيرجي هيطلع شكلها حاجة بالشكل ده كده يعني بيبقى لها بيك معينة كده اقل شوية من واحد ميجا الاكترون فولس بكلما على مثلا تلتونيت روبوميت كيلو الاكترون فولس مثلا بيبقى عندنا بيك بتاعت الانيرجي ترانسفر ده بالنسبة لكويرنس كاترين زي ما كنا نقولها بكده ان هو عبارة عن gama gama photon interaction فمعنى كده ان احنا في الانتر اكشن ده مفيش عندنا مش محتاجين نحن نحسب حاجة اكشوري ده بيبقى البرامر ميكانيزم بتاعها هو الوسيليش بتاع الالكترون كلاود and the atom in response to the electric field of the incident photon واللي بيحصل فيه بس مغير تغييري direction بتاع الفوتون مفيش في حاجة اكتر مكده الcross section بتاعه ده بيبقى برا عن sigma coherent وسigma coherent بيبقى دائما peaked in the forward direction because of the interference effects between the electromagnetic waves scattered by various parts of the electron cloud عادة الpeak بتبقى narrower for elements of lower atomic numbers and for higher energies هم بصع الكرف بتاع الحاجات يشوف شكل عامل زي لو احنا بصينا على السيجما coherent بتاعت المثلا هناخد ثلاثة امثلة السي اللي هو بتاع الكاربون السي اللي هي الكالسيوم البي بي اللي هي عبارة عن الليد اللي هو الرصاص اوكي هنلاقي ان هنا ده الاتوميك نمبر بتاع ده اصغر حاجة زي بتاعت هنا اصغر حاجة هنا اكبر شوية هنا اكبر كتير فهنلاقي ان احنا عندنا شكل الكيرف بتاع الكوهيرنت كروس سكشن اللي هو مع الثيتا اوكي هنلاقي ان هو شكله فيري نارو هنا ده ما احنا شايفين هنا كده يعني ذري انلايكلي نحنا نشوف كوهيرنت سكاترينج في الانجلز اللي هي من تلاتين لغاية مئة وتمانين هنا لا هنا ممكن نشوف حاجات لغاية تسايين واكتر من تسايين كمان بس الحاجات الاعلى من كده في الكالسيوم انما بالنسبة لللاد بقى لا ده احنا لايكلي نحنا نشوف كل حاجة يعني شايفين هنا الكوهيرنت سكاترين شكله عامل ازاي شكله فيري وايد اوكي لو احنا بنتكلم على ان الم hvor اقعه بتاعتنا اعلى لو احنا نتكلم على اكتر من مئة كيليو نالكترون فولت حلات نفس الكلام بيتحقق بالضبط لو احنا اخدنا انج انج衛 اعلى برضو نفس الحاجة التاحقة في البيربودكشن زي ما كنا بقول ده disappointment بيحصل في انجسس الإسهار علشان احنا نفضل جاما دي لازم تغطى تصلي نفس الوريك راية bef proced dopo والالكترون تريمي طبعا اللي هي الوريكترون هتقول لنا أن H new node بتساوي M E C square بتاعة البوزترون اللي هي الرesting energy بتاعة البوزترون والM E C square اللي هي الرesting energy بتاعة الالكترون والT plus اللي عبارة عن kinetic energy بتاعة البوزترون والT minus اللي عبارة عن kinetic energy بتاعة A بتاعة الالكترون فone can show that that the momentum is not conserved by the بوزترون and electron if the former equation is satisfied يعني لو احنا بصين على دي وما بصناش على the equation بتاع conservation of momentum هنلاعي ان the equation اللي فوق دي مش هتطلع مزبوطة هتطلع في حاجة في momentum مش هتطلع مزبوطة فاللي بيحصل فعليا بتفسير بتاعة حاجة زي كده الانتراكشن ده بيحصل في column field بتاعة another particle usually the nucleus ودي بتاعة يحصل لها recoil يعني بتبتدي تتحرك او بتبتدي هي نفسها يحصل لها تغيير في الاتجاه بتاعها يعني في حاجة اضافية تغيير المومنتم اللي هو اللي احنا مش قادرين نعمله satisfaction بالاكويتشن دي هنلاقي في حاجة تانية خارجية هتعوضه اوكي والكروس سكشن بتاع الpeer production involve the nucleus بنسمي KN لو احنا بنكلم على ان النيوكليس بتاعة involve الانتراكشن ده بنسمي كروس سكشن بتاعنا ده KN طبعا العادي اللي هو كابة كابة العادية خالص اللي هي بتاعة الpeer production عادي اللي هو مش بي involve the nucleus الpeer production عموما ممكن يحصل طبعا الانتراكشن مختلفة اعلى من الثراشرولد اوكي لو انا بتكلم على ان انا عندي الانتراكشن تاعتي only slightly higher than the threshold ساعتها cross section بتاعنا ما هواش بيبقى كبير اوي بيبقى كبير اوي ابتدايا من حاجة اعلى شوة بيبقى double threshold يعني بتكلم على الثراشرولد بتاعنا 1.02 ميجا electron volts لا دا هو بيبقى بيبقى low قيمة يعني significant بداية من 2.04 ميجا electron volts اللي بيحصل في الانتراكشن الوليلة اوي دي غالبا اللي بيعمل الريكويل عشان يكون سورف المومنتم هلا انه بيبقى احمل electron اوكي وممكن ساعتها يحصل ان يبقى عندنا حاجة بنسميها gamma e plus e minus e minus يعني ممكن يطلع لنا مش pair production بس يطلع لنا معهم free electron وده بنسمي triplet production وعمتا يعني recoil بتاع electron دا cross section بتاع kappa e وrecoil بتاع اللي هو بي involve nucleus دا بسميه n والtotal k البعض اللي هي بتاعت الاثنين هي عبارة عن مجموعة kappa n اللي pair production interaction اللي في nucleus بيحصل الاثنين زائد pair production اللي بيحصل في electron يحصل ال recoil يعني دي بتحصل في energies الاعلى شوية وده بتحصل في energies الغال شوية نحاول دلوقتي نطبق الكون linear attenuation coefficient أو نطلع equation لل attenuation بتاع beam of photons بيعدي جوة scatter أو target بس لازم في الاول خالص نفرق بين two geometries حاجة اسمها narrow beam geometry اللي كنا كلمنا عليها قبل كده وحاجة اسمها broad beam geometry broad beam geometry هو يعني الفارق بين وبين narrow beam نحن ما فيش عندنا جزء تاع collimation ده في الاول collimation اللي بيعمله ان بياخد ال beam اللي جاي دوت ويخلي very narrow ويبقى كل arrays اللي ماشي فيه very parallel بيبقى كلها parallel لبعضيها هنا انا باهتمش في يعني مش parallel المشكلة بتاعت هو broad beam دوت ان انا عندي ممكن يحصل الانتراكشن جوه وستيل الفوتون توصل للديتاكتور انا هنا يهمني الديتاكتور دوت ما يوصلوش غير primary photon primary photon هو photon اللي جاي لي اصلا من برا معداش هنا ما حصلوش اي حاجة هنا ما كانش نتيجة الانتراكشن هنا فطبعا لما بنعمل تجربة زي كده احنا بدايما بنقسيوم نحن عندنا narrow beam geometry عشان نقدر نعمل حسابات بتاعتنا ده يوطور idealization طبعا ما فيش حاجة ده نقدر نحن guarantee هي يبقى كل الديتاكتور photons كلها تبقى جايالي من primary photons اللي اني ممكن انا اقرب من الدي design ده في design بتاع زي ما كنا شوفنا قبل كده احنا عندنا dn اللي هي عدد الفوتون اللي بتقين لو تخيلت انه في عندي n photons dn بقى اللي الان دي هتقل بمقدار قد ايه هتبقى function في sigma total اللي هي عبارة عن cross section بتاع كل انواع الانتراكشن الموجودة في NA اللي number of Avogadro's number row اللي هو density بتاع target بتاعي اللي scatterer الموجود هنا دوت على A اللي هي عبارة عن atomic number بتاع scatterer ده برضو في n dz اوكي زي ما كنا شوفنا قبل كده ال coefficient ده كله والحاجة اللي هي اللي موجودة دي كلها بسميها mu attenuation ونتيجة اللي احنا لو احنا بصين هنلاقي ان التغيير في ال n دي بيتناسب مع n نفسها يبقى معنى كده ممكن نحن نعمل برضو نفس الحاجة اللي عملنا في chapter 2 نحنا نلاقي ان في exponential relationship between n of z as a function of a z نفسها اوكي فهيبقى عندنا n z بتساوي n e e to the minus mu attenuation في z ده mu attenuation زي similar attenuation coefficient زي ما كنت كلمت عليه في chapter 14 نلاحظ طبعا نحن sigma total بتاعتنا اللي هي cross section total ده في كل ال interactions اللي احنا كلمنا عليها اللي sigma coherent sigma incoherent tau كب اوكي دي بتاعت coherent interaction coherent scattering دي بتاعت احنا ممكن بدلا ما نستعمل mass attenuation coefficient بال definition احنا ممكن نعمل حاجة ممكن تسهل علينا كتير جدا ممكن نخلي mass attenuation coefficient independent of density وده حقيقة بيبقى very useful in gases لما يكون في عندنا غازات طبعا الغازات دي تتغير مدارك الحرارة فمعنى كده ان احنا يعني هيبقى عندنا صعوبة جديدة جدا عشان نقدر نحسب او نقدر نحط attenuation coefficient ده given ان density بتاعتي ممكن تاخد قيم كتيرة جدا 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 فاللي احصل هيا ان احنا ناخد mu attenuation على rho دي وسمي quantity d mass attenuation coefficient وده اللي عمل لها listing وده زي ما حضراتكم شايفين كده بتتناسب مع الافو جادروز number السيجما total كل الحاجات دي تعتبر constant عند energy معينة فبتكلم طبعا الحاجات الان اي وال اي اللي هما الاتomic number ده function of target وده a constant من واحد من استوابة الفيزيائي المعروفة هي sigma total بس تغير مع energy بقيت الحاجات تانية كلها تعتبر ثابتة بالتالي احنا ممكن هنا نحط الاقواجن بتاعتنا بدلا ما كانت n note e to the minus mu attenuation في z لا ممكن نحط mu attenuation على rho اللي هو mass attenuation coefficient في rho z لما نبص على الكرب بتاع mass attenuation coefficient as a function of energy بيلا انشكله حاجة يعني بالشكل اللي احنا شايفين هنا total attenuation for air مثلا for example هلاقي انشكله بسيط جدا 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 مفيش اي variations خالص with respect to a density بتاعتي بتساوي كام طبعا لو احنا زي ما كنتم بتكلم من درجة الحرار تفعت هلاقي density بتاعتي بتتغير ونتيجة لكده يبقى محتاج ارسم كروفات كتيرة جدا 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 بدلا مرسم كروف واحد انا لو انا بتكلم برضو على compound and mixtures في عندنا برضو تبسيط نحن قدر نستعمله علشان نتكلم عليهم فباسيكلي user procedure for dealing with mixtures and compounds is to assume that each atom scatters independently يعني بمعنى اي لو انا فرضا عندي H2O مثلا انا اتكلم عن H2O دي ان انا عندي فيه 2 hydrogen atoms وفي عندي oxygen atom وهما الثلاثة بيعملوا scattering او بيعملوا attenuation للbeam بشكل يعتبر الى حد ما independent فمعنى كده لو انا عايز احسب total cross section بتاعهم كل ما علي اعملوا ان انا احسب cross section بتاع hydrogen cross section بتاع oxygen واضرب cross section بتاع hydrogen ده في 2 زائد 1 times a cross section بتاع oxygen عشان احسب cross section بتاع compound كله دي طريقة مبسطة جدا وطبعا ممكن تسمحلي احسب لأي compound cross section بتاع بيساوي كام as a function of elements نفسها اللي موجودة في cross section بتاع بيساوي كام نقول الكلام ده مختلف شوية اللي بيكون عندنا target entity أو molecule بيتكون من collection of sub entities أو atoms بن approximate الحسابات بتاعتنا ان كل sub entities بتانتراكت independently ويبقى معنا كده cross section بتاعي بتاع per entity is the sum of the cross sections for all sub entities موجودة لو اخذنا مثال على كده CH4 total molecular cross section is sigma carbon plus 4 sigma hydrogen نتيجة اننا عندي CH4 لو انا عارف ان احنا عندنا كل واحد فيهم molecular wave بتاعهم بيساوي كذا يبقى احنا منكي برضو نحسيوه بنفس الطريقة بالظبط لو انا هنتكلم بقى دلوقتي ان احنا عندنا atom حصل interaction with a photon اللي حصل لفوتون ده خلى فيه عندنا فيه hole in some electron shell يعني فيه عندنا بعض electron او electron طلع على l وخلى فيه hole مكانه عندنا two competing processes بيحصلوا حاجة اسمها radiative transition حاجة اسمها non radiative radiation less transition اللي بيحصل في ال radiative transition دوت ان بيبقى عندنا photon بيبقى method اوكي higher energy level اللي هي موجودة فيه اوكي وتملى مكان electron ده من خارج الاترون نفسها او من higher energy level في الاترون او radiation list ده بيبقى عندنا حاجة اسمها emission of oj electron ده بيبقى عبارة عن ان انا باملى الالكترون بتاعي باملى الالكترون هو النقص ده من مكان وعشان الفرق energy بدلا ما خرجها بشكل photon هنا بخرجها بشكل electron في الحالة الان radiative ده ناخدهم كده بالتفاصيل ونشوف بيحصل فيهم ايه زي ما شايفين في الرسمة دي كده ده illustration لل processes اللي احنا كلمنا عليهم الوضع الاولاني ده هو الوضع الانيشل اللي فيه عندنا هنا زي ما شايفين كده فيه level فالهول دي معناه ان فيه عندي electron مفهودي يبقى موجود هنا ومش موجود فاللي بيحصل ايه اول process ينزل electron من L level يملى الفراغ الموجود او الهول الموجودة في k shell وال energy difference اللي بين L وال k دوت بيطلع لي ك energy بتاعت الفوتون اللي طال يطلع لي فوتون بالenergy بتساوي BK minus BL الباين energy بتاعت level k والباين energy بتاعت level L طيب في non-redated transition بقى بيحصل حاجة مختلفة نفس حاجة بتحصل بالنسبة ل filling of the hole by L electron يعني في L electron هو نزل بقى موجود هنا في k shell بس بدل ما يطلع لي هنا فوتون لا بيطلع لي electron يعني الطاقة اللي هي BK minus BL دي بتستغل لنها تطلع لي من هنا L electron يطلع يبقى free ف free دي معناها بستغل BL ومعها kinetic energy عبارة عن BK minus twice BL ده الكلام ده الاساس ايه الاساس ان انا عندي total energy اللي مفروض تطلع هي عبارة عن BK minus BL هطرح منها 1 BL كمان علشان الطاقة اللي انا محتاج عشان اطلع electron ده اخلي free يعني احرر electron L عشان يطلع برا فيبقى معنا كده kinetic energy بتاعتى BK minus twice BL ممكن نبص بالتفاصيل اكتر شوية نبص على energy بتاعتي في كل واحدة من الخطوات اللي بيحصل فيها ففي عندنا حالة الحالة اولنية before photon strikes atom photon energy بتبقيت new atom energy excitation energy بتساوي zero مفيش اي electron خارج فيبقى معنا كده energy بتاعت electron بتساوي zero once ان انا حصل عندي photoelectric effect الخطوة دي خلاص حصلت photon energy خلاص بتتشان بتقاش موجودة photon energy دي كلها absorbed by the atom اللي بيحصل بيطلاللي زي ما احنا قبل كده بيطلاللي حاكتين بيطلاللي electron وبيطلاللي electron من الاتوم دي ويبقالو kinetic energy عبارة عن القيمة دي اول حاجة عشان حرر k electron او تخيل مسلا ان انا دلوقتي عملت photoelectric ده طلع من k shell يبقى معنا كده باخد Bindic energy بتاعته BK تبقى هيد excitation energy بتاعت الاتوم الجديدة والباقي بتاع الفرق بين energy بتاعت الفوتون وبين binding energy دي بتبقى عبارة عن kinetic energy لل electron لو جمعنا كل الكلام ده يطلع H نيو لازم دايما الصم بتاعنا يطلع H نيو عشان يبقى في conservation of energy طيب الحال الاول اللي الفوتون دي بتحصل ازاي اول حاجة احنا عندنا يعني ممكن يحصل K fluorescence فوتون يبتدي يطلع يعني يطلع برضو الحاجة اللي كنا بنشوف ها من شوية كده هيطلع L فوتون او L electron او L shell electron يبتدي يملأ الهول الموجودة في K shell فهيبقى معنا كده يطلع لي فوتون excitation energy للاتوم الاتوم بدلا ما كان excitation energy بتاعتها BK بقى عندي دلوقتي hole في L shell فمعنا كده excitation energy بتاعتها BL لسه عندنا electron energy نفس الحاجة electron اللي طلع عبل كده لسه موجود فيبقى معنا الانرجي بتاعته زي ما هي الانرجي بتاعته دي تفضل معنا لو جمعنا دول كلهم مع بعض برضو هيطلع بعض المجموعة احنا دلوقتي لسه عندنا الاتوم excited لسه الاتوم عندنا الانرجي بتاعتها BL فممكن الBL دي نملى الهول اللي موجود في L shell دي بإلكترون جايلي من برا خالص فده هتحصل لي زي يبقى معنا كده عندي الهول جايلي من zero energy يعني خارج الخارج الاتوم اصلا يملى لي الهول دي فهيبقى يعمل لي او يعمل لفوتون بانرجي عبارة عن BL يبقى بعد كان في عندنا فوتون جايلي بتاع K وفوتون جايلي من من L shell filling لسه الالكترون اطلع لي في الاول خالص ده لسه موجود هنا ساعتها بعد ما يحصل الترانزيشن دوت هيبقى عندنا الاتوم بتاعتنا تبقى 0 يبقى في الحالة دي ان كده خلاص المجموعة بتاع هنا وفي الحالة دي خلاص الاتوم بتاع تي وصلت لل ground state لو بصينا كده هنلاقي ان الاول اطلع موجود وهيطلع لدينا هنا 2 فوتون عشان يعمل الاتوم اللي حصل الاتوم الحالة التانية بقى اللي هي non-radiative transition هيحصل لي emission of an oj electron from the l shell اوكي زي ما احنا شفنا قبل كده احنا عندنا دلوقتي ما حصل ليش اي emission لفوتون اوكي هيحصل دلوقتي emission لل second electron ده هيبقى الانرجي بتاعته زي ما احنا شفنا bk minus twice bl اوكي احنا دلوقتي زي ما شفنا في الرسمة اللي فاتت هيبقى عندنا two holes في l shell يبقى معنى كده the excitation energy بتاعت الزرة دي هتبع عبارة twice bl دلوقتي عايزين نبتدي نتخلص من excitation الموجود في الاتوم ده ونرجع للground state هيحصل الكلام ده عن طريق two transitions زي radiative transitions اللي في الاول دول يعني من برا وبعد كده يطلع الالكترون كمان من برا عشان يملاي الهول التاني يبقى معنى كده في two holes اتملوا بtwo electrons جايين من برا يبقى معنى كده اطلع لي two photons بانرجي عبارة عن bl فرجعت لي تاني العملية دي رجعت لي تاني الاتوم بتاعت ترجع zero يبقى رجعت كده بحيس يطلع لي two photons بالاضافة الالكترون اللي كان طاله في الاول اللي هو OJ electron البربابيتي بتاعت بقى ده يحصل او ده يحصل عادة بنتكلم على البربابيتي of photon emission is called the fluorescence yield يعني WK ده بنسمي fluorescence yield يعني امتى هيطلع لي photon يعني likelihood ان يطلع لفوتون ده OJ yield هو عبارة عن واحد نقص الكلام ده probability فprobابيتي معناها هي من 0 1 فلو ده بقيمة معينة يبقى ده واحد نقص القيمة ده اللي هي probability بتاعت ان يطلع OJ electron او كي ف بنتكلم على ان احنا لو رسمنا curve بتاعها curve بتاع WK بيبقى شكل عامل كده curve احنا نقص نقص WK لو احنا عندنا فرضا بنتكلم على L shell fluorescence yield بنتكلم على WM فعلى حسب بيكلم على كل واحدة مختلفة عن الثاني فنبص على دي ونبص على دي ونشوف بعد كده كل واحدة على حدة بيبقى شكل عامل ازاي في عندنا عدد من الترانزيشن ممكن تحصل عندنا في يعني ممكن يحصل عندنا حكا اسمها Coaster Chronic ترانزيشن دي بتبقى radiationless transition within the sub shell يعني بتكلم على اني بقى انسان عندي هول في ال shell ويحصل بعد كده ejection of an M electron مثلا لو احنا عندنا supercoaster chronic transition يبقى بتكلم على كل الحاجات توقف within the same shell هنا احنا عندنا في حاجات من shell وبعد كده بيحصل ejection من shell ثانية هنا بقى بيحصل يعني كل حاجة في نفس الشل يعني هاملة مثلا L1 L3 ويطلع مثلا من L2 مثلا بدل ما يطلع من M shell هنا عشان يبقى supercoaster chronic في عندنا حاجة اسمها OG cascade دي خطيرة جدا بتعمل حاجة اسمها bond breaking bond breaking دي معناه ان انا يعني يطلع عندي مثلا OG electron اوكي الج electron ده بيطلع بسرعة في يخش في مثلا واحدة من الموجودة الموجودة وهو نفسه يبتدي يكسر في الموجودة الموجودة بحيث ان يحصل لي breaking لل الموجود حوالين OG cascade اللي بيحصل ده فطبعا دي مشكلة لان هي دي من اسباب اللي احنا بقول ionizing radiation دي من الحاجات اللي احنا بنخاف منها علشان ممكن هي بيبقى لها مشكلة بدعم مشكلة بالنسبة لل DNA مثلا والحاجات اللي زي كده لان هي ممكن هي تكسر الحاجات دي ممكن نتيجة لكده تcreate cancer مثلا في الاماكن اللي هي بتتكون فيها في رسمة لطيفة جدا توري لنا كل العلاقات بتاعت كل الحاجات اللي هشوفناها يعني احنا عندنا دلوقتي الحاجات اللي ممكن تطلع الـ والالكترون اوكي ودي كل انواع الانتراكشن زي اللي ممكن نشوفها اوكي دي الحاجات الاساسية على الاقل في عندنا فوتوالكترك افكت في عندنا كومتون افكت او اللي هو الكلمة على الـ طبعا الـ يعني قلنا ان هو يعني شبه الـ بس ما بيحصلش تغير الانرجي هنكلم على ان ايه كومتون ده هو الموست كامن هو ده اللي يهمنا اكتر فنلاقي ان في كل دول الـ هو برا عن فوتو بالنسبة للفوتوالكترك افكت بيطلع لي فلوريسنس فوتو اللي هو بيطلع لي من زائد الالكترون بيطلع لي من فوتوالكترك افكت اوكي فيبقى في عندي الالكترون طلع وفوتون طلع في الـ في الـ بيطلع لي اصلا الـ في الـ الالكترون والـ الاتنين دول انتفعنا هما الاتنين بيعتبروا الانرجيون هما الاتنين بيتحدوا مع بعض عملوا حاجة اسمه الـ بيطلع للي هي هما الاتنين مقابلين للايه نص الانرجي بتعة مجموعة الاتنين دول فال Latinx الاتنال أول لما دول بيطلع على طول في حاجة بقى ما اكلماش عنها لسة احنا ممكن لو احنا عندنا الماتر احنا بدلا ما كان عندنا بنيكسايتل او بنعمل مثلا رادييشن بفوتونز لا هامل رادييشن بإلكترونز يعني همشي مثلا بيمو بإلكترونز وخليها تمشي جوه تارجت التارجت ده نتيجة كده نتيجة الانبوت بتابي بإلكترون بيعمل حاجة اسمه بريمش ترالونج بريمش ترالونج ده بيطيه طلال لفوتون ده ده دي البروستس دي هي البروستس بتاعت جنريشن مثل الإكس راي البروستس ترالونج ده اللي بنكلم عليه quantum mechanical speaking يعني when a charged particle undergoes acceleration or deceleration it emits photons okay radiation is called deceleration radiation or breaking radiation or بريمش ترالونج بالمني الميزة بتاعتن هو has a continuous distribution of frequencies up to the some maximum value okay بيبا شكل حاجة بالمنزر ده كده بيبا في بعض الليينز اللي موجودة فيه كده بس يبقى ليه maximum value بيتحدد بالانرجي بتاعت الايه electrons اللي موجودة عندنا اوكي ده الطريقة الاساسية عشان نجينريت بيها x-rays basically كالعادة في المحاضراتي هنلاقي بعض الاسئلة موجودة على الويب سايت نقدر بيها نطبق الحاجات اللي احنا درسناها في المحاضرة المحاضرة بتاعتنا دي كان لقى بعض الابليكيشنز المهمة جدا في مجال x-ray imaging وبعض الحاجات اللي ممكن بعد كده نفكر فيها في الجزء بتاع radiation therapy كمان فدي من الحاجات المهمة اللي احنا ان شاء الله نتكلم عليها بتفاصيل اكتر في الجزء بتاع medical equipment اشتركوا في القناة